السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه ياربو كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد فيديو النهاردة يكون فيديو منتع جدا 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 فيديو النهاردة فيديو هيكون لسيدة كده هتتمتعوا من اول دقيقة لاخر دقيقة تاخدوا افكار حلوة جدا وحاجات حلوة جدا علشان كمان العيد حباب قلبي كل سنة وانتو طيبين يارب يارب يعود عليكم الايام بألف خير رمضان خلاص خلص كمان يوم او اتنين هيكون العيد ان شاء الله كل سنة وانتو طيبين حباب قلبي الغليين يعود عليكم الايام بألف خير ويا رب يا رب لمحققش حاجة في رمضان ده يا رب يا رب يحققها السنة الجاية ان شاء الله رمضان الجاي يا رب يجبر بخاطركم يا رب يا رب جبر الخواطر حلوة جدا ربنا يجبر بخاطركم تحقق كل احلامكم كل ما تتمنوا فيديو النهاردة يكون فيديو حلوة جدا عزيك تكملي للاخر كده في تفاصيل ان شاء الله هتعجبكم بس عايزة دعمكم ليه بقى باللايك عايزة تحطوا لايكات كتيرة كمان لو انت قوم مرة بتشوفوا القناة عندي من خلال الفيديو ده تفايدني وجودك معايا وتكوني اخت من اخواتنا واكيد طبعا تنضم العيلة الكبيرة وتشترك في القناة فعلي زرور الجرس على الكل بعد ما تشتركي عشان يوصلك كل جديد مني وطبعا بفرح بكومنتاتكو تحت اللي بتفرحني وتديني البهجة كده وبتخليني ان انا على طول انا ازلكو فيديوهات احسن هي واللايك اول حاجة زي ما انتو شايفين السيدة اللي معانا كده سيدة تركية هنشوف النهاردة تفاصيلها هنشوف هي تجددها في بيتها هيكون عامل ازاي كمان جددت وعملت حاجات جديدة علشان كمان العيد هتشوفوها دلوقتي حلوة جدا جدا كمان في تفاصيل كده في المطبخ بتاعها وكمان غرفة بنتها وغرفتها هي كمان حاجات كده بجد تحفة يعني كميل فيديو ما تفوتش ولا دقيقة عشان لو فوت فيه صدقيني صدقيني هتندمي كتير لان في حاجات كتيرة فعلا فعلا حالو اكيد انتو شفتوها برضو في اول الفيديو كده في العزومات بتاعتها بتكون شكل العزومات بتاعتها عامل ازاي وبتكون هي بتقدم عزوماتها لصحابها بتكون ازاي اول حاجة كده في بداية الفيديو انا حبيت ادقلكو بتجديداتها للمطبخ وتجديداتها للمطبخ زي ما انتو شايفين كانت كلنا بنحب التجديدات وبنحب الحاجات الجديدة سواء بقى على رمضان عفي العيد المهم ان احنا كلنا بنحب تجددات وحاجات جديدة وحاجات حلوة كده بتدينا البهجة وبتدينا الصرور طبعا ملابس العيد بقى مشتريات للبيت مشتريات لبناتنا او لأولادنا المهم ان احنا بيكون عندنا بهجة وصرور كده علشان العيد او رمضان طبعا زي ما انتم شفتوا هي كانت جايبة شوية تفاصيل او شوية حاجات بسيطة للمطبخ شركة علشان تنظف لها المطبخ طيب هي بتنظف المطبخ ليه خلاص زي ما قلت لكم ان رمضان خلص فبتدي بقى تنظيفة كده للمطبخ عندها وكمان بمساعدة يعني الشركة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي جايبها بتدي لها تلميع وتنظيفة كده وبعد كده بتنزلها التقفيل كله كمساعدة يعني بيستعدوا معاها وطبعا هي بتكون وقفة علشان تكون شايفة كل حاجة وتكون عارفة ايه اللي هي عايزاة وايه اللي مش عايزاة يتحط في الاماكن ايه علشان كده قلتلكم بصوا ايد على ايد بتساعد والايد على ايد بتكون حلوة جدا انك انت يكون في حد بيساعدك ده حاجة حلوة وطبعا احنا كلنا عارفين ان احنا من نسبة ليه التنظيف والترتيب ده شيء اساسي عندنا كل يوم في قلب البيت عايزا اقولك على حاجة كمان استنوا مني فيديو حلوة جدا ان شاء الله وبأمر الله هيكون ليلة العيد ان شاء الله وبأمر الله مش عارفة هيكون بكرة ولا هيكون بعد بكرة بس ان شاء الله ان شاء الله استنوا مني فيديو حلوة جدا جدا هيفيدك في دكورات البيت وكمان انا عارفة ان انتو طلبتوا مني كتير عايزين تزينات وحاجات حلوة لغرف النوم او للسرار على كل حال يعني استنوا مني فيديو حلوة جدا 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 انا متأكدة انه ان شاء الله وبفضل ربنا هيجبكم بصتوا هنا بعد ما خلصت المطبخ جايبة حاجات جديدة للمطبخ ولكن الحاجات دي هي مجبتهاش قلا بعد ما فرشت المطبخ او بعد ما حطت الحاجة فيه التقفيل زي ما انتم ما شفتوا فكانت حاجات من نسبة للتجديدات او للتغييرات شايفين قد ايه حلوة جدا الطاقم دوت والعجبني فيه اليد بتاعته ان هي بتقدري انك تشيليها وتحطيها يعني مثلا لو انت عاملها في على البوتوكيز من فوق وحابة تحطيها في الفرن تقدري انك تشيلي اليد دي عشان تحطيها في الفرن بكل سطولة مسحشي معاك يعني او طبوز فزي ما انتم شايفين بقى تجديداتها وتغييراتها التجديد مطلوب والتغيير مطلوب طبعا الحاجة كل اي حاجة هي بتجيبها بتديها غسلة كده علشان تنظفها وفي نفس الوقت قبل ما تستخدمها تكون نضيفة معاها اي اكيد اي حد مننا بيعمل كده عايزة كمان اقول حاجة في الفيديو ده عايزيكو كده اللي ما شافش القناة بتاعتي التانية روح اشتركوا في القناة التانية بتاعتي علشان ان شاء الله ان شاء الله تشجع بيكو كده الايام الجاية بتدي ان ازل عليها فيديوهات تانية كمان ان شاء الله وطبعا فيه ممكن نكون حد جديد معايا في قلب القناة هنا مش عارف القناة التانية اسمها ايه قناة التانية اسمها احب حياتك وبيتك مع روتي دي قناة بقدم فيها روتينات بتاعتي وتنظيفات في بيتي وكل حاجة تخصيني انا انا كمان فاتمنى منكم ان كنتوا تشجعوني وتروحوا هناك تشتركوا في القناة تشجيعكم لي دوت برضو بديني طاقة ايجابية ان كنتوا تكونوا في ظهري انتوا دايما سند لي احيات ربنا ووقفين في ظهري طبعا من بعد من بعد فضل ربنا علي يعني اكيد ربنا هو يعني يعني له فضل كبير علي وبعدها انتوا طبعا والله بجد يعني انا من غيركم بجد بجد صلعة من قلبي كده فعيزاكوا تروحوا بقى في القناة التانية وتسندوني هناك كمان وتشتركوا هناك وان شاء الله ان شاء الله الايام الجاية ان شاء الله نستمر مع بعض كده وننزل فيديوهات انا عارفة والله ان كتير منكم كتير دخل وسألني ليم عندش بنزل على القناة التانية والناس كتير قوكيب بتحب الروتينات بتاعتي بس ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعني كده بامر الله عايزاك بس تشتركوا فيها عشان يكون جمهورنا هناك حلوة كده ويكون اخواتنا الحلوين كلهم معايا هناك كل الناس اللي بتحبيني وبتحب قناتي هنا يروحوا هناك يشتركوا فيها بس كده اكيد انتم شفتوا بقى المطبخ وتفاصيل المطبخ وبعد ما خلصوا المطبخ وبعد ما جابت الحاجات الجديدة اللي جددتها حطتها في المطبخ وانتم شفتوا جولة في المطبخ طبع المطبخ رايق وهادي وجميل والمطابخ البيضة حلوة جدا طيب بما اني بقى في بقى تجديدات وفي تنظيفات وفي حاجات كده طبعا المكنسة دي او المكنسة دي طبعا كلنا احنا عارفينها جبتلكوا قبل كده في اكتر من ديديو او في اكتر من سيدة طبعا نازلة جديد وكمان معاها حلواتها ان هي معاها معدات كتيرة قوي 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 حاجات كتيرة تقدر انك انت تستخدميها في اكتر من حاجة انتريه ارضيات كابوتونية اي حاجة اي حاجة وده هتشوفوه دلوقتي الميزة الاحلى كمان عجبني جدا ان هي فيها اضاءة كده وفيها لد زي ما انتوا شايفين وهي بتكنس بتكون شايفة الحاجات اللي على الارض عشان مثلا مثلا لو رحتي مكان مثلا ما فيش في اضاءة قد كده يعني الاضاءة فيه بتكون ساعات بيكون في اضاءة غامقة شوية فالمكنسة بتنور كده وبتخليلك الدنيا حلو طبعا هي هنا كانت بتستخدمها الاول بتشوفها يعني بتجربها ولكن بقى هنبتدي هنا بقى فيه الروتين الجميل اللي هو تنظيفات العيد بقى اللي بصوا تفتح النفس بجد واللهي هنا طبعا بما ان هي جابت المكنسة دي طبعا هي منها مكنسة وفي نفس الوقت بتنظف الانتريات زي ما قلتلكم بتشيل الوبارة وكل حاجة ادي التنظيفة بقى ليه الانتري بتاعها واكيد شفتوا المكنسة التانية اللي كانت على الارض اللي هي برضو الكترونية في منها بالكهربا وفي منها على فكرة بحجاية بس حجار كبيرة انا افضل اللي هي بالكهربا بصراحة مفضلش اللي بالحجار دي ابدا ولكن اللي بالكهربا بتكون كبيرة كده وبتتشحن وازاي اللي انتو شفتوها عند السيدة هنا كده ماشية كده في الارض هي اتنين في واحد اللي هي منها بتنظف الارضيات ومنها كمان يعني بتبقى مكنسة ومنها بتبقى زي نظام مساحة كده بتمسح الارض بس هنا بقى بما ان هي بتنظف الريسبشن عندها كله طبعا الباب معاها كل حاجة بص يا جماعة انا بعشق حاجة اسمها لون جلد في ابيض والله العظيم يعني انا شخصيا عملته في بيتي في غرفة النوم عندي جددتها وغيرتها كانت لونها بني غامق بقول لكم اللي يعني مش متابعني على القناة التانية يروح ويشوف هيعرف كده فتحتها جدا عملتها باللون الابيض في الجلد برضو وعايز اقول لكم على حاجة ارتحت نفسيا فيها جدا والله من اللون الغامق يعني اللون الغامق ده في حالة بتعب الاعصاب انما الفواتح بتكون حلوة هنيجي هنا بقى الغرفة بنتتها وكمان غرفة بص سمبل هادية جميلة شيك جدا اديتها برضو تلميعة وهتبتدي ان هي تحط لها الدكورات بتاعتها وكل الحاجات بتاعتها اللي هي بنتتها بتحبها وزي ما انتوا شايفين القوضة سمبل جدا مفيش فيها اي شغل مفيش فيها اي دربكة مفيش فيها اي حاجة ولكن هي ما شاء الله عليها حلوة جدا هنيجي هنا لغرفة النوم عندها وبرضو كانت بتعمل تنظيفة لغرفة النوم ولكن هي ما طولتش في غرفة النوم هي عملت حاجات بسيطة برضو بالمكنسة دي او بالمش عارفة فيه ناس بيقولوا عليها اسمي تاني ولكن انا مش فقرية والله طبعا هو هنا زوجها كان بيقرب لها المرتبة عشان تنظفها شايفين قد ايه بقى بيطلع من المرتبة وزي ما بقول لكم ان المكنسة دي حلوة جدا جدا فبتستخدم لحاجات كثيرة يعني بس هين هي طبعا كانت خلصت خلاص الغرفة وبعد كده بتاخد الترقة كده تنظيفة وكمان بتنظف التويلد معاها وبعد كده بقى طبعا بمساعدة برضو بنتها بنتها عايزة تساعدها وكده اللي هو ايه يعني عايزة تعمل معها فجابت لها المساحة التانية ومساحة التانية دي حلوة قوي قوي انا شخصيا اكلمك عنها لاني انا مجرباها هي عندي في قلب بيتي اللي كانت بنتها بتمسح بيها دي بتقدر تحطي فيها معطر بتقدر تحطي فيها ديتول تقدر تحطي فيها اي حاجة مية اي حاجة وبدوسي لها زرار كده بتدوس عليها بتبخلك على الارض المية او الديتول او المعطر اه وفي نفس الوقت بتلمع بيها الارضيات او البركي بتطلع معيك زي هنيجي هنا بقى ده برضو بمساعدة اختها هي اصلا يعني الحاجة دي كانت بتاعت اختها هي هنا في الليفنج اه كانت جايبة سرير لي اه للبيبي اه طبعا ده مش بتاع هي ده بتاع اختها يعني بس كانت اه بيركيبو مع بعض طبعا برضو عايز اقول لكم الاخوات زي بتكون حاجة كويسة ونامة من عند ربنا كده فربنا يا رب يعني اه يخليلكو اه اخواتكو يخليلكو امهاتكو ويرحم امي يا رب اللهم امين عايزاكو لو وصلتوا لحدات هنا اه من الفيديو ياريت تدعو المامتي لان انا مامتي متوفية فادعو لها ربنا رب يرحمها ويخفر ليها رب يرحم اموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين يا رب اه بصو هنا بقى كانت هي عند اختها اه فزي ما انتوا شايفين كانت بترتب لها الغرفة او زي ما قلتلكو ان هما يعني مع بعض فكانوا بيرتبوا مع بعض الغرفة وكانوا جايبين الشنط دي جديدة فزي ما انتوا شايفين اه حطت لها الحاجة فيها وبعد كده اه هتحط كمان عجبني جدا جدا الكوفر بتاع المخدة ده حلو جدا اه اه سوري كوفر انا بقول المخدة السوري كوفر السجدة حلو جدا جدا وعجبني بجد تفاصيله يعني اه شايفين يعني بيدارس السجدة من اي حاجة خالص وده حاجة حلوة بس كده هنيجي هنا بقى اه لي بصدو دي جولة سريعة كده او يعني حاجة سريعة كده من اه الديكورات الشقة عندها او او هي كان بتختار الديكورات الشقة بتاعتها هنيجي هنا بقى الاناكتها وشياكتها و جمالها طبعا بما ان هي اه يعني سيدة انيكو كده في كل حاجة فحبيت ان انا اضفلكو شياكتها كمان وهي جاية خارجة اه حاجة بتكون برضو شيك كده وهدية وحاجة محترمة وحاجة جميلة فعني ربنا يديم علينا برضو الصحة وكل حاجة كويسة يا رب الله مأمين يا رب طبعا هي هنا كانت جايبه ازايز البرفون ففيه بيكون كده ايه زي نظام تست دي بتكون ازايز صغيرة هي بتكون حلوة عشان بقى لو انت مثلا خارجة او حطها في الشنطة بتاعتك او ممكن مثلا لأولادك فبتكون حلوة عشان كده يعني بس ده طبعا تقدمها ليه القهوة بتاعتها وده معظم سيدات التركيين بيحبوا القهوة بالشكل دوت وكمان انا بصراحة يعني حاجة حلوة جدا بس كده حباب قلبي ده كان الفيديو بتايا النهار ده يارب يكون الفيديو عجبكو يكون السيدة الجميلة اللي كانت معانا النهار ده تكون عجبتكو وايه رأيكم في قهوة والتقديم القهوة يظن حاجة كده حلوة عايزين نعمل كبايتين قهوة بقى كده وبصوا بشكل شيك كده شكل جميل خلص فيديو نهار ده شوفوا الفيديو الجاي تأتي ويما أسタلم